السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله وبركاته ومرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف أقديم عشر صفقات تمت رسميا هذا الأسبوع قبل الفيديو في التفاصيل والدخول في هذا الموضوع أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو وصلكك الجديد ونبدأ عبر الله ونتعرف على الصفقات التي تمت هذا الأسبوع لنبدأ على بركة الله السفقة الأولى فهي للدول المخادر من الإسباني جوردي ألبا الذي انتقل رسميا إلى نادي إنتر ميامي بعد نهاية عقده مع فريقه البارسونة في هذا الملكاتون طبعا اللاعب التحق بمواطنه اللاعب سورجي بوسكيد وبالمخادر من الأسطورة الأرجنتينيليون ميسي جوردي ألبا بعد سنوات كبيرة مع البارسا فاز بأكبر بطولات وما كذلك مع المنتخب الإسباني هو يغادر أوروبا في تجاه أمريكا والتحديد للنادي إنتر ميامي والصفقة تمت بشكل رسمي واللعب انضم إلى الفريق الأمريكي في هذا الملكاتون والصفقة الثانية فهي للدول الجابوني أوباميوكا الذي انتقل رسميا إلى أولمبيك مارسليا بعد موسم عانى من مشاكل كبيرة مع فريقه تجيلسي ولم يكن يشارك بالسمرار الدول الجابوني انتقل رسميا أولمبيك مارسليا قادمة من تجيلسي في هذا الملكاتون اللاعب بعد موسم واحد مع الفريق اللندني لم يقادم المستواجيات ولم يكن له فرصة للبوروز والدهور مع الفريق اللندني غادر إلى أولمبيك مارسليا في هذا الملكاتون والصفقة تمت بشكل رسمي والصفقة الثالثة فهي للدول الجزائر رياد محلاز الذي انتقل بشكل شبه رسمي إلى نادي الأهل السعودي قادم من نادي ماشيستر سيتي الإنجليزي بقيمة قدرة 35 مليون نورو بانتقار رياد محلاز من نادي ماشيستر سيتي إلى نادي الأهل جدة سعودي بعد موسم استثنائي استطاع الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لخامس مرة في تاريخه واستطاع الفوز ببطولة الدوري أبطل أوروبا مع نادي ماشيستر سيتي ها هو رياد محلاز يغادر أوروبا في تجاه الدوري السعودي وتحدد النادي الأهلي رياد محلاز ينضم إلى نجوم الدوري السعودي في الموسم القديم على مستوى الكرة السعودية بعد سنوات كبيرة مع فريقه السيتي ها هو يغادر أوروبا في تجاه السعوديان للأمنة كنت أتمنى بقاء محلاز في أوروبا لكن الصفقة تمت بشكل رسمي واللعب غادر إلى السعوديان والصفقة الرابعة فعير الدولي الكاميروني أونانا من نادي إنتر ميلان إلى نادي ماشيستر نادي تجاهد الصفقة تمت بشكل رسمي وانضم الدولي الكاميروني إلى نادي ماشيستر نادي في الموسم القادم وتحت إدارة المدرب الهولندي تينهاك بقيمة قدرها خمسين مليون يورو بانتقال الدولي الكاميروني الأونانا من نادي إنتر إلى نادي ماشيستر نادي بعد موسم كبير مع فريقه الإيطالي استطاع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والتألوق في مباراة عديدة هذا الموسم نادي ماشيستر نادي أبدى رغبة قوية بالتعاقد مع اللاعب الكاميروني أونانا واستطاع الحصول على توقيع اللاعب وانضمه بالشكل رسمي خصوصا بعد رحيل اللاعب ديخية عن الفريق الإنجليزي استطاع نادي تتوقيع مع حارس كبير الكاميروني الذي يقدم مستوى جيدا والصفقة الخامسة فهي للدولي الإفوري فوفنا انتقل من نادي لونس إلى نادي النصر السعودي والصفقة تمت بشكل رسمي بعد موسم كبير مع فريق هولونس استطاع الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القديم اللاعب الإفوري سوف ينتقل رسمي إلى نادي النصر السعودي وتم الإعلان عن الصفقة رسميا من جانب إدارة السعودية نادي النصر اللاعب سوف ينضم إلى نجوم الدوري السعودي وإلى أدون كريستر نالدو في الموسم القديم مع فريق النصر السعودي والصفقة السادسة فعيل للدولي الفرنسي بنجاما مندي انتقل رسميا إلى نادي لوريون الفرنسي بعدما تم إسقط جميع التهام المواجهة لللاعب الفرنسي مندي انتقل رسميا إلى نادي لوريون الفرنسي في الموسم القديم بشكل حور بعد أن يتعقضي كذلك مع فريقه ماستر تيتي لمدة موسمين مع الفريق الفرنسي مندي يعود مجددا إلى ممارسة كرة القدم مع فريق الفرنسي بعد عامين من إقاف المباريات ومن إقاف التدريبات بسبب مشاكل عالم السواء المحاكيم ها هو يعود مجددا إلى ممارسة كرة القدم ونتمنى له التوفيق إن شاء الله والصفقة السابعة فهي للدول الإسباني روميو انتقل رسميا إلى نادي برشنا قادمة من نادي جورونا بقيمة قدرها 4 مليون يورون اللاعب الإسباني الصاحب 32 سنة بعد موسم جيد والأداء الجيد مع فريق جورونا والبرسة بعد راحل بوسكيت قرر التعاقد مع الإسباني روميو من نادي جورونا السفقة السابعة والبرسة أعلن عن التعاقد مع اللاعب الإسباني قادمة من نادي جورونا في هذا المركاتو خصوصا كما قلت بعد راحل بوسكيت ولم يتبقى سوى خيار اللاعب الإسباني روميو اللاعب جورونا للتعاقد معه في هذا المركاتو عفوان والصفقة الثامنة فهي للدول الهولندي ضانجوم من نادي فيا ريال إلى نادي إفرطون في هذا المركاتو والصفقة الثامنة بشكل رسمي واللعب وافق على الانضمام إلى النادي الإنجليزي في هذا المركاتو على نظام الإعارة قادمة من نادي فيا ريال اللاعب بعدما كان معارق إلى نادي تطنهام عاد مجددا إلى فريق فيا ريال الذي أعاره مجددا إلى نادي إفرطون في هذه الانتقالات الصيفية اللاعب كان يقدم موسم جيد مع فريق فيا ريال لكن بعد تراجع أدائه وانخفات في مستوى اللاعب قرر فيا إعارة اللاعب إلى الانضمام الإنجليزية وهي إعارة جديدة إلى نادي إفرطون في الموسم القديم والصفقة التاسعة فهي لللاعب السير بيطاديج من نادي آياكس أمستردام إلى نادي فينر بخشارة التركي بعد نهاية عقده مع الفريق الهواندي وبعد السنوز الكبير الذي قدمها مع آياكس ها هو اللاعب السير بيطاديج ينتقي الراس بيال إلى نادي فينر بخشارة التركي وتمت السفقة بشترك رسمي واللاعب انضم إلى صفوف الفريق التركي في هذا المركات والصفقة الأخيرة فهي لللاعب الكوري الجنوبي كيم مدافع نابولي الذي انتقل رسمي إلى العملاق الألماني بايار منق في هذا المركز بقيمة قدره خمسين مليون نورو بقيمة انتقال الدول الكوري الجنوبي كيم منابولي إلى بايار بعد موسم جيد مع فريقه الإيطالي استطاعت تاتويج ببطلت الدول الإيطالي وقدم موسم جيد كان محط اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى على رأسهم البايار الذي استطاع الحوصل على توقيع اللاعب الكوري في هذا المركاتور طبعا قدمت عشرة صفقة تمت في هذا الأسبوع حسب رأيكم السخصي ما هي أفضل صفقة تمت في هذا الأسبوع في هذا المركاتور قبل البداية قبل النهاية أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك الفيديو سترككم جديد وإلى اللقاء